بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الهاد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نسأل الله تعالى في هذا اليوم الكريم الجليل العظيم أن يغفر لنا سيئاتنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا ونسأله تعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من أعمارنا ورمضاننا وأموالنا إنه على كل شيء قدير ها نحن عدنا لكم في هذا اللقاء الكريم الموجز الفائد الماتع لنشد الهمة ولنحث المسير إلى جناب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم لنقوم سكة قطارنا ولتستقيم مسيرتنا وأحوالنا فنجعل جميعا من رمضان جوازا لسفرنا في الدار الآخرة ولنعتبر أن هذه الرحلة هي رحلة سياحة دينية في هذا الموقت في هذا التوقيت هي سياحة دينية إن شاء الله تعالى الناس قد ذاقت طعم رمضان وذاقوا صوت القرآن حينما يترنمون به وحينما يترنم على مسامعهم وآذانهم قد ذاقوا لذة الاعتكاف في بيت الله ولذة الاعتكاف على طاعة الله وتذوقوا حلاوة الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى إنها لرحلة سياحية جميلة راقية حينما ننزلها قدرها وحينما نؤدي جميع أوقاتها ونؤدي جميع واجباتها كمن يلتزم مع مجموعة سياحية في رحلة في الساعة الفلانية ذهاب إلى النهر أو البحر وفي الساعة الفلانية في السوق الشعبي والساعة الفلانية في الآثار والساعة الفلانية يمكن احتفال أو بعض من البهرجة والمهرجانات فرمضان برحلته السياحية يشبه هذه الرحلات من حيث الفرح والسرور والحبور ولكنه فرح بطاعة الله وفرح بمرضات الله سبحانه وتعالى علينا ها هو رمضان بين أيدينا لم ينفد بعد فما أحلى فتنة المؤمن حينما يجتهد في أول رمضان وأوسطه ويكون أكثر اجتهادا في آخر رمضان فلنحسن في هذه الأيام والساعات الأخيرة فإنها أنفاسنا والله كنا في رمضان السابق نتابع أخبار الذين كانوا معنا وإذا بهم متوفونا أحد الإخوة الأفاضل كان معنا في إحدى القرى حوالي مدينة طول كرم تم رصد الهلال ولم نره من قبل الهيئات واللجان العمية والإفتاء فأفتوا للمسلمين أن تمموا رمضان ثلاثين يوما وإذا به يصل التراويح ويتممها في اليوم الثلاثين المتمم وإذا به يصل الوتر ويقف داعيا بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم أصيب بنوبة قلبية حادة استفاه الله فيها ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى الملأ الأعلى انظروا إلى هذه الخاتمة الحسنة علمناه شغوفا بالمساجد متعلقا بها علمناه صادقا واضحا شفافا علمناه طيبا مسامحا ذوباع طويل في الفضل والإحسان وإصلاح ذات البين فختم الله له هذه الختمة ختمة الحياة ختمة جميلة وهو واقف بين يدي الله في آخر وطر من رمضان نحسبه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحده قال الله تعالى مبشرا عباده المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أولئك هم المبشرون هذه في سورة التوبة كل لفظة وكل مصطلح من هذه المصطلحات بحاجة إلى وقفة وإلى درس وإلى تأمل وإلى تفكر وإلى برنامج تطبيق عملي نتدرب عليه في حياتنا ولكن نريد أن نلفت النظر هنا إلى بعض قول أهل العلم في تفسير قولي تعالى السائحون قال ابن جرير الطبر رحمه الله تعالى إنهم الصائمون وهو قول أبي هريرة وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد والحسن والضحاك وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سياحة هذه الأمة الصيام وقال قتاده السائحون قوم أخذوا من أبدانهم صوما لله سبحانه وتعالى عز وجل وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن عينة قال إنما سمي الصائم سائحا لأنه تارك للذات الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكح فهو في الدنيا كذلك السائح الذي ينتقل ويترك روتينه وملد ذاته ليكتشف وليرى ولينتصر وليحقق ذاته ورغبته نسأل الله تعالى أن يكتبنا في أولئك المبشرين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآميرون بالمعروف والنهون عن المنكر نسألك اللهم بشارة لنا بعثق رقابنا من النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة